بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تستمر الآيات في بيان أسباب انحراف بني إسرائيل من أسباب انحرافهم وسقوطهم الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه واذكروا يا بني إسرائيل ذلك الزمان الذي أخذنا فيه الميثاق منكم وإذ أخذنا ميثاقكم وهو العهد الأكيد على لسان الأنبياء لا تسفكون دماءكم هذا إخبار بقصد الإنشاء ومعناه أنه لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من الديار اللي يصطلح عليه في اليوم بالتسفير والتبعيد ثم أقررتم بهذا الميثاق أعطيتمون العهود بذلك وتشهدون أيها اليهود بوقوع هذا الميثاق بيننا تقررون ذلك ولا تنكرونه وتشهدون بإقرار أسلافكم وتعترفون على أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم بعد هذا الميثاق أنتم تقتلون أنفسكم اللي هو من نسبكم ودينكم فكأنكم قتلتم أنفسكم وتخرجون فريقا منكم يعني بعضكم من ديارهم مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني يتعاون بعضكم مع بعض في إخراجهم وتسفيرهم وتبعيدهم ويكون ذلك بالإثم القبيح المستحق لللوم والعدوان مجاوزة الحد والإفراط في ظلمهم يكون ذلك القتل والتسفير بالإثم والعدوان لا بالحق والعجيب أنه تناقضون أنفسكم في هذه القرارات والحال إن يأتوكم أسارا يعني هؤلاء الذين أخرجتموهم من ديارهم إذا أسرهم غيركم واحتاجوا إلى الفدية لإطلاق سراحهم فيأتوكم أسارا تفادوهم تعطوهم الفدية لإنقاذهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو هذا الضمير يعود إلى الإخراج وهو محرم عليكم إخراجهم هذا لتوضيح الضمير حتى ليتوهم السامع أنه يعود إلى الفدية يعني يعطاه الفدية محرم عليكم لذلك توضيح مرجع الضمير جاء بهذه الكلمة وهو محرم عليكم إخراجهم فالمعنى أنه كيف يخرج بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا مع أنكم إذا وجدتم بعضكم أسيرا في أيدي غيرهم تعطون الفدية لخلاصهم شنو هذا التناقض؟ إذا بينكم عداوة فما وجه هذه الفدية؟ إذا بينكم وداد ومحبة فما هو سبب القتل والإخراج؟ أفتؤمنون أيها اليهود ببعض الكتاب؟ التوراة الذي يقول يجب إعطاء الفدية لإطلاق الأسير وتكفرون ببعض الكتاب الذي يحكم بحرمة القتل والإخراج والتظاهر بالإثم والعدوان هذا تناقض في أعمالكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ أنتوا أحكموا بأنفسكم ولا يكون مصيره إلا خزي ظل في الحياة الدنيا بالتفرقة والضعف والمهانة عند سائر الأمم هذا في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب بمخالفتهم أوامر الله سبحانه لأن العصيان شديد فيستحقون أشد العقاب وما الله بغافل عما تعملون يعني الله تبارك وتعالى ليس بغافل عن أعمالكم وأفعالكم فأنه يعلمها فيجازيكم عليها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون سبب هذا العذاب أن اليهود الذين خالفوا الأوامر بتلك الأفعال المتناقضة اشتروا الحياة الدنيا الفانية بالآخرة الباقية فباعوا الآخرة وأخذوا الدنيا بدلها فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون هناك ماكوا واحد ينصرهم لأن حلفائهم وشياطينهم يتبرؤون منهم ولما نزلت هذه الآية في اليهود قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفلا أنبئكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة قالوا بلى يا رسول الله قال قوم من أمتي ينتحلون بأنهم من أهل ملتي يقتلون أفاضل ذريتي وأطايب أرومتي ويبدلون شريعتي وسنتي ويقتلون ولدي الحسنى والحسين كما قتل أسلاف هؤلاء اليهود زكريا ويحيا ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هاديا مهديا من ولد الحسين المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين